حاجات عظيمة جداً. طيب، إنت مدارس فرنساوي يعني بتتكلم فرنساوي؟ كنت شيف إيطالي بتتكلم إيطالي؟ لا، بس ما بتكلمش إيطالي بروفاشنل، أي أو بتكلم إيطالي طلطيش. طيب إيه اللغة اللي عندك؟ لأن أنا عافة أنك بتتكلم وبيتغني أنا بكلم فرنساوي وبيتغني مين فيهم؟ بغني بالتالتة زي بعض العربي أحشو على فيهم، اللي هنا في العربي صوتي بيطلع خواجاتي، يعني بيطلعش مصري، مصري يعني، ودي كده من عند ربنا ما جات ليش العربي. طب، إيه ممكن بذلك حاجة خواجاتي على فكرة يعني؟ طب إيه رائك؟ تقول لنا حاجة إيه أكتر أغنية بتحبها وبتحب الدندلس؟ لا، ده كتير قوي، بس أنا بغني كل أسبوع، أنا ما ببطلش. إنما لما لقيت إن أنا هغني فرنساوي وإنجليزي في مطاعم وبوبز وكده، لا، ممكنش ده اللي أنا عايزه. يعني زي في التمثيل، ما عنديش سقف، أنا ببحث إن أنا أشتغل في فرنسا وفي أمريكا وفي إنجلترا، ما عنديش سقف في التمثيل، ما عنديش حدود اللي أنا عايز أوصله. ده الهدف الأسمى بتاعك؟ طبعا، فأنا في الغنى برضو ما كنتش عايز أبقى مقفول على ده، أنا عايز أعمل كونسرت، طب كونسرت في مصر، مصر دولة العربية وتتكلم بالمصر أو بالعربي، مش عمرك مع توسى أنك تعمل كونسرت بالفرنساوي والإنجليزي، فأقلوها خلاص، فاستمتعت. مجتمع بتحب الحاجات دي. بس يعني دايرة مغلقة قوية. مش كبيرة. فاستمتعت بالكاريوكي أو بالغنى في الكاريوكي، خلاص ده كده أشبعت الغنى. ده مش مشروع اعترافي بالنسبة لها. أشبعت الغنى. والتمثيل بقى. مش مش هاي آلبوم كانت عندنا معلومة بتخول زرق دي. عملت آلبوم بالعربي، س дости أغاني، وكانت تجربة قصيا علي جدا يعني أنا مش مستغربها, مستغربها. عملت ست 같아غاني مع متحة الخولي، ساز متحة الخولي هو اللي كاتبه ما هو الملاحانة، هو مش هالف توزيع لأ مش متأكد. فاونزله بس أنا مش هاسسهم يعني صعب طبعا ممكن هو يزعل إن أنا بقول كده بس أنا مش هسيسهم. مش.. هم نزلوا فين؟ راديو انرجي. نزل اكسكلوسيف راديو انرجي. طب هتصور حاجة فيهم؟ مش عارف. يعني يمكن يمكن لما تصورها هتشوف التجارب المختلفة. مش موجودين على يوتيوب ولا اي حاجة. لا لا موجودين على يوتيوب. موجودين على يوتيوب. خمسة منهم موجودين على يوتيوب. وانا لو قلتلك يعني زي الناس كده هل ممكن نسمع حطة صغيرة من اغنية لك؟ اي اغنية فكرة هذا بإنجليزي فرنساوي مش هنيدهي. موسيقى 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 موسيقى